أول مسئولية على الأب والأم هو سؤال أول المسئولية دي سؤال سؤال تسألوه لنفسكم وما تخافوش من الإجابة عليه السؤال هو أنت كأب أو أنت كأم تعرفوا ابنكم أو بنتكم فعلا؟ عارفين مشاعرهم؟ عارفين بيفكروا إزاي؟ بيطلخبطوا قد إيه؟ عارفين أحلامهم؟ عارفين مخاوفهم؟ عارفين احتياجاتهم؟ كل الأسئلة دي وغيرها يعني ممكن نجمعها بشكل علمي بقى في حاجة واحدة اسمها اختبار الهوية ركزوا بقى واحفظوا المسمى ده كويس والأهم من المسمى تحفظوا الأسئلة كويس كل الأسئلة دي اللي احنا استرحناها عليكم بخصوص ولادكم أو بناتكم المراهقين نقدر نوجزها أو نلخصها كلها في عنوان اسمه اختبار الهوية أنا بطلب من حضراتكم أنكم تجاوبوا على أكبر عدد ممكن من الأسئلة اللي هقولها دلوقتي ويريد تجاوبها كلها خلاص كده يعني مش لازم تجاوبوا حيلا بس يعني ركزوا في الأسئلة وإذا لقيت نفسك كأب أو لقيت نفسك كأم مش عارفين الأجوبة دي ها كلها أو جزء كبير منها يبقى أنتم أكيد محتاجين أنكم تعرفوا أولادكم بشكل حقيقي وبشكل أفضل نفس الأسئلة دي بتاعت اختبار الهوية اللي أنا هقولها لحضراتكم دلوقتي شجعوا ابنكم أو بنتكم هم كمان أنهم يجاوبوا عليها نفس الأسئلة أولوهم خدوا الأسئلة دي جاوبوا عليها ما اتخذوش الكلام ده بهزار أنتوا هتسمعوا دلوقتي الموضوع مش مش الموضوع يعني شديد الجدية هتعرفوا حالا دلوقتي الأسئلة إيه شجعوا أولادكم شجع ابنك أو شجعي بنتك أو شجعي ابنك ها أنهم يجاوبوا على نفس الأسئلة زي ما انتوا كده جاوبتوا وبعد ما انتوا تجاوبوا وهم يجاوبوا أعودوا اتكلموا مع بعض وقرنوا أجوبتكم بأجوبتهم الحكاية دي تدريب مفيد جدا للتقارب بينكم وبين ولادكم مش بس كده دل الحقيقة أنه وسيلة مساعدة فعالة لأولادكم نفسهم بتساعدهم يعرفوا هويتهم وأفكارهم بشكل أفضل طيب احنا موافقين على الخطوة دي يا دكتور محمد ايه بقى أسئلة اختبار الهوية دي أسئلة اختبار الهوية دي بشكل مبدئي عشر أسئلة على فكرة أسئلة دي مش من اختراعي الأسئلة دي أسئلة علمية يعني اتفق عليها في الكتب العلمية اللي بتتكلم عن التعامل مع المراهقين والمراهقات أسئلة اختبار الهوية عشر أسئلة السؤال الأول خلوا بالكم انتوا هتجاوبوا على أسئلة وولادكم هيجاوبوا عليهم بس احنا بنوجه الكلام لحضراتكم دلوقتي كآباء وأمهات السؤال الأول ايه هم الكلمات التلاتة الأنسب اللي توصف ابنكم أو بنتكم تلات كلمات بس يعني لو عايزين توصفوا ابنكم أو بنتكم في تلات كلمات تقولوا ايه ايه هم التلات كلمات السؤال التاني تفتكروا هو أو هي ابنكم أو بنتكم عايزين يبقوا ايه لما يجبروا السؤال التالت ابنكم او بنتكم بيخافوا من ايه السؤال الرابع ايه اللي بيقلقهم ايه اللي بيقلق بنتك المراهقة او ابنك المراهقة ايه اللي بيقلقهم عارفين انتوا ايه ولا مش عارفين ما ده سؤالة هون السؤال الخامس ولادكم ابنك او بنتك اللي في مرحلة المراهقة بيقضوا وقت فراغهم ازاي وفي ايه السؤال السادس إيه الأضايا أو الموضوعات اللي بتصير اهتمامهم أيا كانت سواء سياسية اجتماعية اقتصادية بيئية حتى رياضية إيه اللي بيشغل بالهم يعني الأضايا اللي بتشغل بالهم السؤال السابع مين مسالهم الأعلى في الوقت الحاضر مين المسال الأعلى لبنتك أو لابنك أو لابنك أو لبنتك في الوقت الحاضر في اللحظة دي يعني في المرحلة دي وفي النقطة دي الحقيقة بلاش توقعات إن الإجابة إنها هتكون حد منكم يعني سواء الأب أو الأم لأن نسبة الإجابة دي قليلة جدا في الحقيقة يعني إذا خلنا أولادنا يجاوبوا على الأسئلة دي بأمان ومن غير كسوف ولا حسابات ففكرة إن حد منهم في مرحلة المراحقة يقول بابا هو مسال الأعلى أو واحدة تقول ماما هي مسال الأعلى الحقيقة ندي إجابة يعني نموذجية يعني بس هو ما بقولش إنها مش موجودة بس النسبة اللي هيقولوها من المراحقين المراحقات اللي هيقول الإجابة دي نسبة قليلة أول بس بشرط زي ما قلت إيه نشجعهم ونديهم الأمان زي ما بيقول يا عم وعليك الأمان تمام كده؟ خليوا لكم هما هيجاوبوا لوحدهم خلاص؟ وطمنوهم قلولهم جاوبوا بحرية كاملة يعني ما تعملوش اعتبارات لحاجة طيب ده كان السؤال السابع السؤال التامن إيه أحسن صفة في ابنك المراهق أو بنتك المراهق؟ وأنا بكلم الأب و بكلم الأم ماشي؟ السؤال التاسع العكس بقى إيه أسوأ صفة في ابنك المراهق أو بنتك المراهق؟ والسؤال العاشر والأخير إيه طبيعة الأشخاص اللي ابنك أو بنتك حابين ينتموا ليهم في عمرهم ده؟ طبيعة الناس دي إيه؟ يعني حابين ينتموا مثلا لناس شجاعة ولا ناس متحفزة ولا ناس متحررة ولا ناس متدينة ولا ناس مكتهدين دراسيا ولا ناس منتظمين في ممارسة رياضة ولا ناس لهم هواية معينة ومركزين فيها وهكذا